هؤلاء هم ما شاء الله لقوتين بالله ما شاء الله لقوتين بالله تبارك الله ورحمة الله كل طالب منهم يحفظ على حدة ثم يأتي إلى شيخي ليصحبهم لهؤلاء الطلاب دوي كدوي النحل في المراجعة والحفظ والقراءة والدرس انظروا إلى القرآن الكريم كيف هو وكيف أهله لشارع طويل ما شاء الله تبارك الله كله طلاب ولا يلتفتون إلى الناس سوفوا منشغل بنفسي ومنكثع على لوحي يوم القصني جمعناكم يا الله كم عمر هذا الشارع بالتلاوة وكتابة القرآن شوفوا ما شاء الله ما شاء الله يكتب بالمداد بالفحم يضعون عليه ما كم يكتبون به على اللوح ما شاء الله لقوة الله بالله هذه الألواح تعيدك إلى زمن السلب زمن الكتاب الأول عندما كانوا يكتبون في أوائل التدوين وفي أوائل الكتابة والله أنا تعجبت من هذه المدرسة ما شاء الله تبارك الله عجيب هنا موجود في نفس هذا البلد ممكن نذهب إليه شكرا لكم شوف الولد الصغير كفي الشيء للموايئة لا إله إلا الله الله أننا في نعمة كبيرة يناس هم ما عندهم مياه في بيوتهم غير يجبون المياه هذه يأخذونها من الأبر إذا أرادوا أن يغتسلوا وأن يتوضعوا وأن يطبخوا وأن يغسلوا ليس لهم إلا هذا البيت يرسلون أولادهم الصغار إلى هناك فيأتون لهم بالمياه وهذا يمشي الموايط يحملنا حبيبي الآن بدأ الفرعة الثانية للمدرسة هذا أول طالب رأينا ما شاء الله تبارك الله أينا الفرعة الثانية هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله رغب لهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله يبدوا أنهم في مسجد والعلم عند الله تعالى هذا الفرع أحسن خالب من الفرع السابق ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا المسجد كلهم امتلئون بهذه الألواح التي يقرأ إليهم الطلاب ما شاء الله تبارك الله الآن سنخرج من هذا المسجد وماشاء الله تبارك الله نجد هنا أيضا الناس عند بيت الشيخ الأصلي يجلسون ويحفظون هذا الشيخ سابع سعيد هو مؤسس المدرسة ومنشئها وهنا مسجده وهذا هو بيته الذي يحفظ حوله الطلاب وهناك أبناؤه الذين يعلمون الشيخ زكريا الآن هذا هو والد الشيخ صراقة والشيخ فضل الذين يدرسون هناك طيب لماذا الأبناء استقلوا عن والدهم؟ لأنه مكان ضي جدا فكثر طلاب وطالبات فانتقلوا إلى هناك يعني الفرع الأصلي للمدرسة هو في هذا المكان الفرع أصلي هو هنا وهناك فرع آخر شيخنا متى بدأوا في فتح هذه المدرسة؟ هذه المدرسة ورثها من أبيه ورثها عن أبيه ما شاء الله ذرية مباركة بعضها من بعض شيخنا الحبيب الغالي منذ متى بدأتم في التدريس هنا؟ ستين عاما من ستين عاما وأنت تدرس هنا؟ جزاك الله بالله هذا العمل الذي تتعجبون منه اليوم ليس وليد اليوم ولا وليد الليلة ولا وليد اللحظة ولا وليد سنة أو سنتين بل هو من ستين عاما ولذا أثر فيكم ما شاء الله بجوار بيت الشيخ سابع سكن للطلاب صغير في ذاك المبنى هل تسمح لنا شيخ أنا بزيارته؟ نعم شكرا جزيلا ما شاء الله تبارك الله من أمام المسجد ومن أمام بيت الشيخ الفاضل سابع يأتي سكن الطلاب الآن ندخل إلى سكنهم لتروا ما عندهم بسم الله الرحمن الزقاق الضيق خرج حفظة القرآن ما شاء الله هذه أول غرفة بسم الله الرحمن الرحيم دوافور للغاز ولا شيء يرد البصر مكان للطبخ ألواح لحفظ القرآن سجادة للصلاة مصحف ولا شيء آخر وهذه الغرفة الثانية الآن ندخلها يا الله يا الله يا الله يا الله والله لا شيء يرد البصر آه هنا كبار التلاميذ يقول هذه غرفة لكبار التلاميذ خلينا نشوف هؤلاء فيها البياي بي الخمس نجوب كل ما لهم أنها مفروشة بالحصر لا يوجد شيء آخر سواء إناء الطبخ والألواح لحفظ القرآن الكريم وسجادة وحصيل ولا شيء آخر هذه غرفة لمن يا شيخ كبار التلاميذ كبار التلاميذ كبار التلاميذ كبار التلاميذ لم يزيدوا شيئا على رفاقهم إلا أنهم يناموا تحت الناموسية لله يدروا والله يا جماعة ما جاء في بالي شيء إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كون في الدنيا فأنك غريب أو عافر السبيل هؤلاء هم الزهاد الحقيقي يا الله يا الله يا الله كم تفضلت عليهم كم امتنت عليهم اللهم جد علينا أعظم مما جدت عليهم وافتع علينا من فتوحاتك وهذه ما شاء الله تبارك الله غرفة لأحد أحبابنا وهو يطبخ فطاره ما شاء الله عليه الله يزيدك من وسع فضله ويجعله بالهنة والعافية الله يجعله بالهنة والعافية يا ربي دخنا الآن الذي يأكله هذا الرجل هو ما تبقى في أواخر القدور الموجودة في بيوت الناس يجمعه من هناك ثم يأتي ويحميه ويفطر عليه والله عجيب عدد طلاب المدرسة حوالي الألف يقول للدكتور هنا توجد وحدات أخرى سكنية وتريد تزورها قلت أكيد يودنا نشوف هؤلاء كيف يعيشون قالوا توجد وحدة أخرى هنا فلما نظرت إلى هذا الحجم والله ظننت في البداية أني لن أدخل إلى بيوت سكنية انظروا إلى ضيقها وإلى صغرها سبحان الله على الضيق وهذه وحدة ثالثة على امتداد شارع المدرسة ما شاء الله تفرق ما شاء الله الصغير والتلاميذ الصغار والتلاميذ هذه غرفتهم وكل كيس من هذه الأكياس عبارة عن دولاب مصغر فيه أغراض كل طالب جاء من بلده إلى هنا لكي يسكن ويدرس ويتعلم القرآن والله وبالله وتالله قسما بمن أحل القسم أني عددت هذه الأكياس الموجودة هنا موسيقى موسيقى موسيقى